ونشوف من بداية الناشئين وفترة وجودها في ناشئين النادي الأهلي وأبرز اللحظات وأتحكي لنا عن التجربة دي وقتها لا يمكن أكيد أنا بدأت زي أي حد كنت أنا أصلا من بن سويف وبدأت من أنا صغير كنت في ناشئين بن سويف وبعد كده زي أي حد خدت تجربة أن أنا أروح اختباراتنا للأهلي والحمد لله ربنا قرامني ودرت أبا موجود في ناشئين النادي الأهلي طبعا السنين كتير بقى في فترة الناشئين مرد بالحمد لله بمواقف كتير كويسة من غاية ما ربنا برضو قرامني وقدرت أتصعد مع الفريق الأول في وقت كان الفريق الأول كان صعب أقوي وقتها يا كابتن محمد أنه حد يصعد فريق الأول يعني يمكن قبلك كان كابتن عشور وبعدها مثلا سنة أو سنتين كان كابتن أحمد عيد العبد المنعم لا أحمد كان تلع معي معي يعني أنا مع بعض لأن أحمد أصلا من أدي أحمد إحنا كنا في نفس الفيرة وإحنا في الناشئين عشور أكبر مننا ده كان بعد عشور بسنة أو سنتين أه طلعنا تقريبا بعد عشور بسنة أو سنتين الموضوع زي ما أنت تقولي كان صعب جدا الفترة دي كان أنت عارف الفريق الأول كان مليان لعيبة كبيرة ومست المانول نجوم ومست المانور كان كل تفكيره في أنه عايز يجيب لعيبة جهازة تقدر تلعب على طول يعني برضو خلي بالك هو وحنا يعني حالتنا التوفيق بشكل كبير جدا نحن مموجودين في فريق الأول الموضوع كان فيه توفيق كبير يعني عشور مست المانور كان بيتفرج على فريق العشرين سنة كانوا هم قالوا له في الندي أنه يتفرج على أربع خمس لعيبة معينة مش من ضمنهم عشور الوحيد اللي اختاره في بعد الموتش قال له ما أنا عايز رقم كان عشور بيل بس أربعة قال له ما أنا عايز رقم أربعة كانش الوحيد ما كانش عشور من ضمن الناس اللي هي مرشحة أصلا فده بالنسبة لعشور أنا وأحمد كنا تعريبا أحمد كان بيطلع برضو فأغلب الأوات قبل ما نطلع كمان لأن أحمد كان عشان جول كيبر فكان أوقات مسلا يبقى فيه منتخب بيطلعوا الجوال الصغارة تتمرن مع الفريق الأول عشان لو فيه ماتشاط ودهية أو أو تمارين يبقوا معبودين فأحمد كان على طول بيطلع جات برضو الفرصة بالنسبالي أن الفريق الأول كان حسم الدوري وكان فاضل ثلاث ماتشاط على الموسم ما ينتهي فمسر مانور خد أجازة وادى اللعيبة الأساسية أجازة وكابتن حسام البادر يشتغل باللعيبة اللي هي بقالة فترة غايبة عن الماتشاط وطلع مجموعة ناشئين كنا تقريبا في حدود عشر ناشئين وكابتن حسام قال ها حاول أدي فرص للناشئين لو فيه حد كويس يعني فالحمد الله أنا الوحيد اللي لعبت من العشرة اللي كنا موجودين مع الفريق الأول كان عندنا كان من ثلاث ماتشاط كان نادي الزمالك أول ماتش محدش فينا شارك ماتش اللي بعده كان الإسماعلي في الإسماعليا كابتن حسام قال لي قبل الماتش انت هتلعب والحمد الله من ساعتها عملت ماتش ماتش كبير ورجعت عطول من الإسماعليا على النادي عملنا عقده ومن ساعتها أنا موجود مع الفريق الأول مثلا مانور برضو لما تفرج على الماتش الحمد الله تكلم عليها بشكل كويس ولما رجع طبعا بدأت معهم فترة أداد فكملت مع الفريق الأول كانت تشارك كثير وقت مستر معنو الجزئي كنت تشارك كثير أه يعني أول سنة تقريبا ممكن مشاركتي كانت قليلة مستمران التكلم معي قال لي انترس صغير ومحتاج تأخذ خبرات ومحتاج تتعلم حاجات كثير فكانت مشاركتي مش بشكل كثير التانسة الحمد لله شاركت بعدد معشات كبير جدا وبدأتحط نفسي مع اللعبة بشكل كويس وبدأتأخذ خطوات كويسة مستر معنو المشي بعد كده جي كابتن حسام فبدأت الأمور برضو تختلف شوية ازاي؟ يعني في المشاركات بدأت تيل المشاركات بدأت تيل بعد كده طب لما رجع بقى مستر معنو الجزئي رجع بقى مستر معنو الجزئي رجع في توقيت صعب جدا لأن احنا كنا نادي الزمالك كان فرق عندنا بنقاط كتيرة كان قريبا أنه ياخد الدوري ومستر معنو الجزئي رجع في توقيت الفرق ما كانتش في حالة التزين وكنا زي ما بقولك بيعيد عن نادي الزمالك في الدوري فهو حاب برضو أنه يلعب أكيد العيبة اللي جاهزة حتى هو جيكلم معي رجع؟ اه بالذات تختلصنا سألت جمع رجع ولا أن؟ انت ما كنتش تلع اه يعني وبيقولي أنا سايبك سايبك واخد مرشات كتير السنة اللي أنا برشت فيها وخلاص أنا قلت أنا هارجع عليك من ضمن الناس اللي موجودة في الفرق وبالذات من السنة اللي هو ميش فيها مسترمانو اللي فيه لعيبة كتير في خاطة الدفاع بدأت تعتزل يعني كابتن شادي محمد ميشي من النادي كابتن عمادي نحس تتعور وعتزل ما كانش فيه قيرانة وكابتن هوي الجرمع وكابتن نحمد سايد كان موجود برضو يعني أنا بكلم من إحنا إيه؟ بدأ العدد يقل فبدأت الفرص تبقى أحسن يعني فواست أغرب فأولت له وجد نظر لكابتن حسين أنه يعني هو بيعتمد على ناس معينة ودي وجد نظره وبعدين كانت أيام مثل ما كنا بنلعب تلاتة وراء مع كابتن حسين بقنا بنلعب باتنين فالعدد أصلا قل واحد فبقيت الفرص بالنسبة لي قليلة بدأت أخد مدشاط على الفترات فهو لما رجع طبعاً هو كان مضطر أن هو زي ما بيقولك يلعب الناس اللي جاهزة عشان يقدر يجيب فرق النقط ما بينه وما بين نادي الزمالك والسنة دي فعلاً قدرنا نجيب نادي الزمالك وقدرنا في الأخير نحن ناخد الدوري بعد كده خلصنا بقى أنا حسيت أن أنا بقى لي برضو إيه؟ يعني الأمور بالنسباني إيه مش كويسة وأنا مش حابب أعض وبعدين شايف الزمال اللي هي كتير بيطلعوا أعراض وبيشاركوا بيكتسبوا خبرات أنت كان أهم حاجة عندك وقتها أنك تشارك أنك تلعب